اشتركوا في القناة في النادي الاهلي وعلى فكرة في كل الانداج جيلي السابعينات كان حاجة عالية قوي وبرضو جيلي التمانينات بعديه الليل السعيدة مرتبطة بالنسبة للعيب بالحالة اللي هو عليها من ناحية بالمعنى انه هو لو مثلا مثلا زي واضعي مثلا كنت هداف مثلا في فترة من الفترات كنت هداف الاول اللي هي فترة من تسعة وستين لغاية تلاتة وسبعين بعد كي جدت جيه الخطيب بقى هو الهداف الاول وانا اللي بقيت بعديه اللحظات بتاعة التهديف هي اكتر لحظة بتسعة المتفرد فزائد ان لحظة التهديف نفسها بتسجد تاريخيا يعني غير المدافع الممتاز مثلا المدافع اللي هو الجيد قوي ممكن يبقى مظلوم لانه مش هتجيب له حاجة مثلا زي الهدف مفيش عنده حاجة زي الهدف فدايما اللعيب المحزوز المهاجم اكتر من اي حد تاني ودي الحمد لله انا كنت فيها يحكي ودي نقطة نقطة تانية مرتبطة بان الهدف يبقى لي صفة معينة زي الجمال مثلا او الهدف يبقى هدف مؤسل انه يجاب بطولها فدي برضو الحمد لله من الحاجات اللي انا مرت بيها في بعض الماتشات يعني زي الماتشات اهلي وزمالك ربنا وفقني اكتر من مرة اه برضو في ماتشات اه كانت بيتبقى خاصة بالدور العام برضو الحمد لله رب العالمين فدي دي من ناحية من ناحية تانية اه ال البطولات نفسها يعني تأثيرك في البطولات برضو كانت تبقى حاجة كويسة قوي اه فالمجموعة بتاعها في الاخر خالص انك انت قدرت تكسب بطولة مش لوحدك بقى معك لعيبة سعادتك ولعبك اجهزة فنية سعادتك فالسعادة بتيجي من الحطة دي يعني الحمد لله انا فاكر ماتش اهل وزمالك اول مرة نكسب الزمالك اه بعد حوالي تسعة سنين تقريبا كان في سبتمبر الاثنين اثنين وسبعين وكانت مباراة في الدورة الصيفية مش في الدورة العام ولا حاجة فيوم انا جبت جول من اللجوان اللي كانت اسعادة الناس اوي يكسبنا يوم اثنين وواحد كانت نصلاح حسن جاب جول وانا جبت جول وكان فرحة الناس كانت تبيرة اوي انا كنت صغير كان عدي سعشر سنة تقريبا سعيتها الناس كان بقى لي حوالي ثلاث سنين بلعب يعني ماخدش جديد يعني فانا فاكر الجول ده والمورا دي اسعادة جمهور ده لأهلي جدا جدا ماتش اهل وزمالك برضو اه في السوبر لأن الماتش دوت انا بسكت الفريق وكان عندي ظروف مش مزبوطة اوي في الفترة ديت وجيت تحملت المسؤولية وكانت من الحاجات العجيبة ان انا طلبت يعني انا طلبت ان انا بقى مسؤولة عن هذه المباراة لان المباراة كانت اه عايزة حد من النادي الاهلي بصرف نظر عن انا او غير يعني اه عايزة حد من النادي الاهلي ممكن يضحب نفسه عشان خاطر اندي فانا تحملت المسؤولية والحاجة اللي اسعدتني اكتر بقى في هذه المباراة ان احنا لعبنا ماتش كبير اوي لعبنا ماتش كورة حلوة يعني لعبنا كورة جميلة في الماتش ده وقدرنا نكسب نادي الزمالك وهو في افضل حالة ليه من عشرات السنين لانه كان بطل جولي وكان بطل الكاس وكانت اول مباراة يحضر فيها جماهير سواء للاهلي او للزمالك والملعب كانت ملة في ملعب نادي العين في الامارات فانا اعتقد ان الليلة دي كانت بالنسبة لي اسعدتني جدا لان شفت السعادة على وجوه نور النادي الاهلي في كل حد انا فيه ليلة دي اسعدتني اكتر من اي ليلة تانية اللي هي اول بطولة افريقية لنادي الاهلي سنة اثنين وثنين في البطولة دي كانت بتمثل بالنسبة لي امل كبير اوي اوي وهي السبب ان انا وفقته بامدير كورة الكابتن صالح اللي ارحمه كان عرض عليها بامدير كورة اعتذرت على اساس ان انا اتجاهي فني وعدين الكابتن صالح يعني وجه لي لهم كده بطريقة صريفة فقال لي يزيزو احنا لما نطلب حاجة من اولاد النادي لازم يوفق عليها فانا ردت وقلت له ان انا مقتنق بالكلام ده بس انت عاودتين على الصدق بالصراح فقلت له انا ما اعرفش اعمل حاجة لما حدد هدف وبنعنا هدف بسع فيه فقال لي طيب ايه انت عايزه قلت له دي 8 ورئين ساعة بس افكر عشان احدد هدف فكان الهدف اللي انا حددته حكتين عاملة زي حتى انا بشبههم بالباسكت الرامية لو ربنا وفقنا في الرامية الاولانية بنلعب التالي فكان الهدف الاولاني ان احنا نكسب بطولة افريقيا لأول مرة في تاريخ النادي والهدف التاني نحن نستسمر الفوز بطولة افريقيا ونعمل استاد النادي الاحلي كانانا ستين وثمانين فربنا وفقنا وحققنا الرامية الاولانية بس الرامية التانية لسه نتحققش روى دلوقتي فنتمنى ان احنا نتحققها ان شاء الله اللي احنا تعلمناه في النادي الاهلي كتير اوي وانا عن نفسي انا شخصيا يعني كل الخبرات اللي انا بتمتع بيها واكتسبتها في حياتي الرياضية وحتى لما مارستها برا نفعتني جدا اكتسبتها من مكانين النادي الاهلي وايد هذه الخبرات وايد هذه المفاهيم المفاهيم الاسلوب العلمي اللي انا تعلمته في كليه التربية الرضية من اسات زيال بورمي الدار دي خلت عندي يعني نزامة اوي حصيلة بقيت باستخدمها لما اشتغل برا من الاهلي وكانت بتنفع الاماكن اللي انا باشترعل فيها وما كنتش بغير الاسلوب بتاعي واستفدت بيها جدا في التحاد جدة واهلي جدة واستفدت فيهم حوالي 11 سنة هم الاثنين والرغم انه هم الاثنين متنفسين اهلي وزمالك بس الحمد لله قدرت ان يحصل توازن في علاقتي حتى الان بكل الناس اللي موجودة حتى الجمهير التحاد وجمهير الاهلي ونفس الكلام مع النجمى الليبناني لانهما التلات عندي اللي انا اشتغلت فيهم خارج مصبع فاللي انا تعلمته هنا ده هو اكتر حاجة بتساعدني تعلمته من اسات زيالتي في كليه التربية الرضية دي بتساعدني لانها خلتني اجمع بين الشرقين اللي هو النظري والعلمي والنحية التطبيقية او الممارسعة دي بتزوج Bengي البشت لانها خلتني جُو قطع دی اشتركوا في القناة